مساء الخير وكل سنة وإنتوا طيبين بدأت احتفالات أعياد الميلاد حول العالم نهاردة ليلة الكريسمس واحتفالات الكاتوليك حول العالم وفي مصر أيضا في مصر جاليا الكاتوليك يعني في عدد كبير من الكاتوليك المصريين موجودين وإحنا كمان في هذا البرنامج بدأنا موسم الاحتفالات زيننا الستوديو زي ما انتم شايفين بدأنا زينة الستوديو لسه بقى حتشوفوا الزينة الأكبر في حلقة ليلة راس السنة بنشكر مهندسة إيمان شيتا اللي دايما بتزوق لنا الستوديو كل سنة عمل لنا مفاجآت بقى في ليلة راس السنة حنكلمكم عنها بعدين بس الحقيقة إحنا زينة راس السنة دي بتدينا بهجة وإحساس بالسعادة وإحساس بالأعياد ورغم إنها كانت سنة صعبة على العالم أجمع وعلينا طبعا في مصر خلصنا يا دوبك خلصنا من الكورونا قبلها بسنة ملحقناش كام شهر وبدأنا نعود لحياتنا الطبيعية ضربتنا الحرب الروسية في أوكرانيا اللي تقريبا أصابت العالم بشلل اقتصادي وسياسي معدلات تضخم وصلت لعلى مستوياتها السنة دي ارتفاع في أسعار الطاقة ارتفاع في أسعار السلع ارتفاع في أسعار الحبوب سلاسل الإمداد الدنيا كلها غلية بشكل غير مسبوق السنة الجاية شكلها إزاي؟ الحقيقة رغم بوادر ومؤشرات إنه ربما يبدأ التضخم في الهدوء بعض الشيء والاستقرار اللي إنه كل التوقعات الاقتصادية للعام المقبل بتقول إنه الأسوأ لم يأتي بعد حيكون لها مؤشرات مؤلمة نتمنى أن ربنا يخلف هذه المؤشرات ولكن إحنا جزء من هذا العالم جزء من يعني كل ما يحدث التضخم اللي عالي عندنا الـ 21.5 بسببه المركزي رفع الفايدة ده تضخم موجود في العالم أجمع والعالم كله بيرفع الفايدة الحقيقة إن إحنا يعني جزء من تطورات العالم النهاردة في الجزء الثاني من حلقتنا هنلقي نظرة سياسية على ما يحدث في العالم أو ما حدث في العالم هذا العام عنوان هذا العام زلزال الحرب الروسية في أوكرانيا هنشوف تأثيرات هذه الحرب علينا على سياسيا على العالم على التكتلات السياسية على الأوضاع الاقتصادية على التكتلات الاقتصادية على التضخم على الطاقة على كل شيء وتأثيرها علينا نحن في الشرق الأوسط وعلى قضايانا التي انزوت كثيرا سواء قضية الفلسطينية سواء قضية في ليبيا قضية في القضايا في المنطقة سوريا القضايا كلها في المنطقة تقريبا لم تعد في بقرة اهتمام العالم لأن العالم كله مهتم بصراعه الصراع الأمريكي الصيني عفوا أنا الروسي أو صناع الصراع الغربي الروسي هو ده اللي حنتكلم في النهاردة في النصف الثاني من حلقاتنا